اللي حصل بقى في الحوار بتع الفار اللي حصل في حوار الفار دا فيه واحد في الموضوع يطلق بقى حاكم موجود في الستة يطلع مسؤول في اللجنة يطلع بظاهرة الاتحاد يطلع رئيس الاتحاد فيه واحد خاين خين أمانة اللي خنل التسريب ده هو خين الأمانة فلازم ده يقدم ويطلع للرأي العام وأنه الراجل ده ينقطع رئابت ويطلع معنا ي Мнеち구�ج موجود في الرياضة لأن الرجل بقى طبيعي ده خاين ده راجل لو حاكم تشطب طب لو هو حاكم سابق زي برضو يتشطب ما يشتركش في أي نشاط رجلة حكام ولا أي نشاط رياضي ده حق ربنا لازم قرار راضع عشان ما تكررش الموضوع ده تاني لأن ما حصلش قبل كده عندنا حاجة زي كده فلما تحصل بالمنظر ده لازم الرضي فعلي يبقى قوي انت بتدري سبت الكلم عن انجلترا واللي حصل في انجلترا الرضي الفعلي السريع ده على فكرة القرار حتى لو قرار سليم ومتأخر ما تحسش به لكن القرار يعني قوته في سرعته والجرأة اللي بتاخد به في مسؤول في لاي الحكام قال لي بس رفض ده ذكر اسمه يعني قال لي انه ممكن يكون التسجيل صحيح بس مش كامل انه ممكن في الحوار ما بين الحكم في أرض الملعب وغرفة الفار يبقى فيه تردد يعني مرة يقول له لا مش صح تبعت هالي تاني يا بكاملة تانية فيقول لا صح فممكن لما قال صح ورا احتسبها دي ما تكونش جاد في التسجيل رايك ايه في وجهة النظر بص هو جاد نظر في الاول احنا كفار لازم انا كحكم لما بالحكم الفار بيستدعيني ان عندي احتمالية ركل الجزاء في نهاية الفرجة او المشاهدة للشاشة لازم اقوله القرار قبل ما اتحرك حتى لو انا حكم نسيت حكم الفار يقولي لو سمحت يقولي قرارك ايه قبل ما تتحرك من عندي هنا دي ما جادش في تسجيل الصوتي حتى بقولك حتى لو مثلا محمد عادل نسي ميديو لازم والمناسبة كامل محمد عادل خبرات كبيرة جدا الموضوع دا لازم يتم بك اجراء روتيني بيحصل مع اي حكم كمانا لما اروح البيتش ريفيو اللي بيحصل دا اونفيلد ريفيو لازم انا لازم انا لما اتفرج واخد قراري لما اتحرك من المكان اقول للناس انا قراري كذا وانا خادر يا راجل ملعب الناس كل حكام اللي معايا الستة اللي معايا في السماعات عرفوا القرار قبل منزل ملعب دا لازم دا شيء وجوبي في بروتوكول الفار التسريب دا ممكن يعرضنا لأي عقوبات دولية رخص تتسحب ممكن يعملين اي مشكلة بص هو الموضوع اصلا موضوع اخلاقي بحت ما اعتقد لابعا اكيد اللي احنا مترقبين طول الوقت متشافين في الايفاب والقصة دي لان في الاخر انت كل حاجة مراقبة في الموضوع ما فيش حال اللي بتشغله منزاجه فمتشافين ففيه تقريب بتتكتب وفيه حاجة متابعة فممكن يجيلك ملحوظة فعدلها عشان ما تكررش تاني وكده فقوارد دا يحصل لكن في الاخر ما اعتقدش انه ممكن توقف التاجربة هنا عشان تسريب حاجة ازا كده دا موضوع اخلاقي بحت مسؤول عنده الاتحاد المصر قد قدم ولجنة الحكام ولازم يتاخذ فيه قرار